اشتركوا في القناة اذا هيا الى الشمال الى اوروبا الى باريس برج ايفل والفطار تمهل يا فتى هذا ما يتوقعون منا فعله لكننا سنتاجه جنوبا جنوبا لا يوجد هناك سوى الغابة تماما تماما لن يبحثوا عنا هناك ولماذا لن يبحثوا؟ لاننا بالطبع لن نصمد يوما واحدا في الغابة انت عفقري يا هوف لهذا لن يتوقعوا تحركاتنا بفضل ذكائنا هل نحن أثناء؟ اجمع فرقة من الجنود هل سنلاحقهما؟ انهما مجرمان يجب ان اقدمهما للعدالة علي ان اطارضهما في اي مكان في العالم ثم وجه القرصان الشرير بلاد بيرد سيفه نحو الملازم مينارد وأجبره على الوقوف فوق حافة السفينة تقدم الملازم بشجاعة نحو مصيره ولم ينظر إلى المياه المليئة بأسماك القرش المخيفة أطلق القرصان ضحكته الشرير توقفي توقفي هذا مخيف لم أعد أتحمل توقفي ما هذا؟ أنت الذي اخترت هذا الكتاب أعرف لكن الغلاف يبدو جميلا وبديعا كان يجب أن يضع تحذيرا عليه حسنا لهذا يجب أن لا نحكم على الكتاب من الغلاف وكيف نحكم عليه إذن؟ بالطبع من محتوى وينطبق هذا على البشر أيضا لا يجب أن تحكم عليهم بالمظاهر فقط علينا أن نعرفهم أولا هذا صحيح هل وصلنا القراءة؟ هزم الملازم القرصان ثم عاش الجميع في سعادة وهناء معا في المرة المقبلة سأقتاره أنا إذن فقد ذهب القرصان إلى السجن أليس كذلك؟ لم يراعوا حالته؟ لم يفرجوا عنه؟ صحيح؟ أعتقد أننا في أمان هنا بما أننا بعيدون عن المجرمين هذا يكفي لن أتمكن من الاستمرار اذهب أنت من دوني كما تشاء أذهب من دوني؟ نعم اذهب من دوني لا أستطيع فالقيود تربطنا سويا نعم نعم لا بأس سأذهب أنا من دونك نعم نعم لا بأس أموت حركات بهلوانية رائعة نعم أنت مارع في الأرجحة يا فتاة سيدي أنا هوفت وهذا هيوغو كيف حالك؟ مرحبا؟ لا يفهمني مرحبا؟ يا رجل الغابة هل تفهم ما أقول؟ أنا ترزع إنه يتكلم يبدو أن معنا رجلا رياضيا يسعدني أنك لا حق ليس أنت يهلبدين لستما بريطانيين صحيح؟ لا يا فتاة الغابة لا نحن أمريكيين أمريكيين حتى النخاعة طعام شهي تتذوق؟ لا شكرا أنت متأكد أنهم ليس قرصانين؟ اسألهما عن بلاك بيرت ليس قرصانين إنهما أمريكيين حسناً إذا وقفت فوق حافة السفينة لا تأتي إلي باكياً إذن أنتما من الجيش الفرنسي أليس كذلك؟ بلا كنا ثم استطعنا أن نهرب منهم هربنا من الحياة الشاقة في الواقع نحن لسنا بجنديين فعلاً؟ فعلاً؟ لا لا نحن عميلان سريان نتظاهر بأننا جنديان وذلك بارتدائنا ملابس الجنود المتسخة الرثة نعم من الفرقة الرثة نحن في مهمة رسمية مهمة نعم حقاً؟ ما هي المهمة؟ مهمة سرية بالطبع نعم لا تنسى أننا عميلان سريان أليس كذلك؟ نعم بالطبع أريد أن أعرف ما الهدف من هذا بالضبط هذا؟ حسناً هناك هدف بالطبع سترينه في الحقيقة هذا إنه سوار الشفرات نعم صحيح يا هيوك صحيح معذرة لقد أثقلنا عليكم كثيراً والآن قد حان وقت الرحيل نعم حان وقت الرحيل شكراً على مساعدتك يا طرزان اعتني يا بنفسيكما بالتوفيق هاي انتظر انتظر لحظة يا طرزان انتظر لحظة طرزان هل أنت محل ثقة؟ من بالطبع؟ إذن اسمع فالمعلومات التي سأطلعك عليها سرية سرية للغاية أعني نحن أيضاً لا نعرفها وما هيها؟ أنصت يا طرزان إن مهمتنا في خطر كبير ها هو السبب بصفتنا عميلان سريان نحتاج إلى ما نسميه في مجالنا مركز عمليات سماماً مكان ننام فيه نصف اليوم تقريباً ومكان نأكل فيه التواجبات في اليوم ومكان لغسيل ملابسنا ونفضل أن يكون الصابون ناعمة نحن نحتاج إلى مركز عمليات لمهمتنا السرية الكبيرة لكن أين يمكننا أن نجد هذا المكان؟ أين يا ترى؟ حسناً لماذا لا تبقياني هنا؟ ماذا؟ ماذا قلت الآن؟ ابقيا هنا معنا هذا مركز العمليات فكرة رائعة يا ترى زان فكرة أبقرية بالفعل حقاً أنت أبقري مثل أينشتاين إنك تصلح أن تكون عميلاً سرياً ناجحاً مثلنا تماماً حقاً؟ أحسنت لن أكلها ليست نظيفة هل تعرفين؟ سيبقيان هنا؟ معنا؟ إلى أن ينجز مهمتهم السرية لا يجب أن تصدق كل ما يقولونه أقصد أننا لا نعرف هذين الرجلين كيف نعرف أنهما أهل للثقة؟ إنهما لا يحملان أي تأسلحة انظري كم هما متشكان أعرف أن مظهرهما مسالم هل تذكر ما قلناه عن الحكم على الكتاب من الغلاف؟ أشعر أنهما خطران لا أثر لهما هنا لا أثر لهما واصل البحث يجب أن نقدمهما للعدالة من هنا تذكروا لا بد أنهما مرهقان وجائعان لن يتحمل هذان الأحمقان مشقة الغابة انظروا إلي المزاج مثل العالج هاتي الطعام إنني سعيد أصبح لنا بيت ولنا كدام صار المزاج مثل العالج من يصدق بين الشجر نعيش كالطيور من دون ريش مع الحيوانات نلعب والخفافيش والمزاج صار كالعالج تسعد عندما تعيش في الارتياح فنحن حقا سعداء نلعب نجري نحو النهري نصح في وقت الأصيل أخبرنا إذا جف الغزيل جربوا خذوا القرار والمزاج صار كالعاج حقا فشلت في الاختيار صار المزاج كالعاج سيصف المزاج من الكروب بعصير ليمون يملأ الكوب إذا كان هذان الأحمقان عميلين فلابد أنني أميرة أعتذر لي أنني أخفتك كوني حذرة سيدة مثلك وحدها في الغابة شيء خطر سأكون بخير وحدي شكرا جزيلا يا أنا الكونونال جوني ستاكي في خدمتك كنت أحذرك يا سيدتي لأن هناك مجرمين في المنطقة مجرمين؟ نعم إنهما هاربان من الجيش دعني أخم من أحدهما نحيف وضعيف الذكاء والآخر بدين وأحمق هما بالفعل تعرفين مكانهما؟ حسنا لا أريد أن يصاب أحد هنا تقدم ببط ودعني أرى يديك يا طرزان حظ سيء سأقول لك رأي هل أنصحك بشيء؟ ضع كل ما معك كل شيء جازف يا فتى نعم هكذا يمكنك الفوز بالتأكيد تعتمد هذه اللعبة على التركيز صباح الخير يا سادة نعم أهلا يا كولونيل ستاكي من فضلك يا كولونيل نحن مشغولون بلد بيرد بلد بيرد إنه بلد بيرد فلتفروا بسرعة اقبضوا عليهما اسعدة هل نبدأ بالتشديف؟ خنات صوبوا أحسنت يا رجل طرزان انتظر أنت لا تفضل الأمر يساراً يميناً يساراً هياً هو محق أسرع أسرع اتفاعد عن وجهه أولاً يجب أن نسرع خوف خوف تعال إلى هنا المنظر أكثر خوف لقد هربني بسهولة خوف 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 طرزان أرجوك انتظر اعطني هذه بسرعة من هنا اهربة هل سمعت مطالة؟ هيا بنا انطلاق فلننتظر أهلاً بكم طرزان توقف يوغو وحوفت مجرمان مجرمان لا إنهما في الحقيقة عميلان سريان نعم لا إنهما كاذبان هل هذا صحيح؟ حسناً الحقيقة الحقيقة تكون أحياناً الفكرة غامضة بعض الشيء هل هذا صحيح؟ نعم صحيح نعم نحن لسنا عميلين سريين طرزان انتظر دعنا نوضح الأمر الجنديان هيوغو وحوفت سوف أقبض عليكما ثانية للأسف سيتم إعدامكما مرة واحدة تقول إعدام؟ ما الذي فعله لعدامة؟ أسوأ جريمة يمكن أن يرتكبها جندي لقد رفض تنفيذ الأوامر كعني أنهما تمرادة هل هذا يستحق الأدم؟ لقد خالف كلاهما أمري وما هو الأمر الذي تتكلم عنه؟ لقد أمرنا بحرق قرية كاملة لكننا رفضنا رفضنا عندما يصدر الضابط أمراً فعلى الجندي تنفيذه أنا لم أمر بحرق قرية فيها نساء عطفان والآن إذا أذمت لنا سنذهب فهذان المجرمان لديهما موعد مع الموت بعد أن وضعت كل ثقتي فيهما لن أثق بأحد أهم شيء لا تثق في أحد لا يغطي الشعر نصف جسمه سامعت؟ نصف جسمه ترزان بحضت عنك في كل مكان يجب أن ننقل هيوغوهفت فوراً معذرةً هل تحاولين السخرية منا؟ وضعت ماني في حيرة أليس شريرين؟ لا، اتضح في الحقيقة أنهما بطلان ألم تقول إنهما مجرمان؟ مجرمان فعلاً لقد ارتكب جريمة بالفعل لكنها ليست كل الحقيقة في بعض الأحيان بعض رجال السلطة يصدرون الأوامر الظالمة فيصبحون هم المجرمين الحقيقيين تعانين، الرجل الذي رأيناه هناك؟ كولونيل ساكي في البداية لم أدرك الأمر فعندما رأيت زياه الرسمية والشراط خدعت وتوقعت أن يكون على حق حكمت عليه من الغلاف إذن نعم، أنا مخطئة، لم أطبق ما أقوله والآن سيقتل ساكي كولاً من هيوغوهفت لا، لن يفعل في البداية فكرت في أن أدفعكما من فوق هذا الجبل لكن اخترت أسلوباً سيفكره التاريخ لي هذا كرم منك، لكن أرجوك ابتعد عن شعري أعتقد يا هيوغو أنه لن يمس شعرك ولكنه سيقطع رأسينا أنتم لا تفهمون، لن أبدو وسيماً هكذا هيا تقدم هل لكما أي طلب أخير؟ آمل أن أعيش بقية عمري نعم، نعم، هل أحضرت لي فطيرة؟ ذكرة جيدة، محد الفطائر على بعد قارة لن تضلوا الطريق كفا، أحضروهما ستصيبوني بكدمات استعد لتذوق الموت هجوم، هجوم سيحب لكي أستطيع رؤية، جهرة زفل اه 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 انا اين انا مرحبا ها ليس سيئا دمرت المكانة واحدا والان اين هيوب وحفت لا مجال للهرف ساتخلص منكم بنفسي انا انا سنحصل على طلب اخير مرحبا يا صديقي البدائي سنحسم الامر رجلا لرجل أخيراً التقيت بني الدين سألقي بسلاحي لا ترسل قرضاً ينهي مهمة رجل يوغو أتفكر فيما أفكر نعم هيا بنا من أجل طرزان حجور يوغو هفت لا لا تقلق ستلحق بهم الآن ارموا أسلحتكم الآن انتهت مهمتنا في هذا المكان اذهبوا ارحلوا من هنا سنرحل قلت اني سأطاردهما في اي مكان في العالم والمهم انني فعلت داروزون حمدا لله انك بخير ماذا حدث لهوفت وهيوب لقد رحل في لحظة يؤديان خدعة الفول السوداني وفي التالية يرحلان ما معنى هذا لقد دخل شيء في عيني هل تسمعوننا؟ نحتاج إلى بعض المساعدة فرزان لا تتركنا معلقين في الهواء هيوغو هوفت ماذا حدث ايها الضخم؟ اين الكولونيل استكيه؟ لقد رحل ظن أنكما قد مدتما نعم حسنا كانت هذه هي خطتنا نعم نعم نحن بارعان في وضع الخطط والآن ماذا ستفعلاني أيها البطلان؟ لقد قررنا أن نعود للعيش معكم بالمناسبة ماذا لديكم على العشاء؟ عندي فكرة أفضل سبعة لم أفص هذا حظ سيء لكن كنت أعتقد أن هذا هو الرقم يا بروفيسير لقد حسبتها بقواعد الشتاء ونحن الآن في الصيف ما رأيك الآن؟ يمكنهما أن يبدأ غدا لك أن تتخيل عندما يصبح لهيوغو وهوفت عمل رائع عمل؟ نعم رائع أنا لست متأكدا أيها البروفيسير هل أنصحك بما يجب أن تفعله؟ هل أعطيه كل شيء؟ هذا صحيح أيها العبقري فقط لكي تتخلص من سوء الحظ هيا بنا أحتاج إلى حظ سعيد مثل المختبرات ما رأيك؟ لكن الإضاءة ليست جيدة لست أفهم لماذا ترسمين ببغاء؟ لأنه كائن جميل انظري إلى الألوان الزاهية إذا أردت طائرا اذهبي إلى الخارج هناك ملايين الطيور في الغعبة ليس هذا الهدف يا توك فاللوحة تعبر عن نظراتي للببغاء إنه أسلوبي في التعبير عن هذا الجمال الرائع هل نعلقها هنا؟ حسنا اوه احترس يا طرزان يبدو أن الشجرة تتحطم لست أنا السبب اشتركوا في القناة قد ترسمين لذلك قد ترسمين لذلك أشتركوا في القناة قد تتحطم لذلك قد تتحطم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل سمعتما صوتا؟ انا لم اسمع شيئا ولا انا لقد سمعت صوتا ماذا تفعل هنا؟ لا شيء انا اقطع الاشجار فقط من امرك ان تدمر غابتي؟ ماركم هو طلب منا قطع الاشجار ليس لي دخل في الامر لا اريد متاعك خذني الى ماركم نادي عليه سيد ماركم هناك مشكلة يا والتر سمعت المحركات يتتوقف نعم نحن واجهنا مشكلة بسيطة هل يمكنني ان اساعدك يا سيدي؟ خذ معداتك واخرج من غابتي فورا من غابتك؟ هل انت مالكها؟ الغابة ليست ملكا لأحد حسنا انت مخطئ في الامر انها ملك لبوب ماركم هذه الاوراق تثبت حقي في استغلال الاف الاف الافدنة في الغابة انت تتعدى على املاكي ولكنني ساكون جارا طيبا ولن ابلغ عنك السلطات هذا لا يعنيني الغابة موتن عائلتي وسوف احميها ابي ابي اوه يا الهي ابنتي ابي اصبحت كبيرة من هذا يا ابي؟ حسنا عزيزتي انه طرزان ملابيتك مضحكة يا سيد طرزان انظر ماذا وجب؟ اه انها جميلة يا ابي ورائحتها زكية ايضا ادخل الخيمة يا عزيزتي على والدك انهاء بعض الامان حسنا الى اللقاء يا سيدي سلام ارأيت يا طرزان لست وحدك من ترغب في حماية اسرتي قال القمر للبطة ليلة سعيدة ونامت البطة الصغيرة في سلام كانت هذه قصاتي المفضلة وانا طفلة انت لطيفة شكرا يا ابي انت ايضا لطيفة لا تبدين مثل طرزان تبدين طبيعية لانني نشأت في انجلترا لكن طرزان نشأ هنا في الغابة مع الغريب هذا يذكرني بولدة ابي عندما كانت تقرأ لها ثلاثة اعوام مرت على وفاتها ليس لي في العالم سوى ابي لهذا جئت الى هنا كي امنحها افضل حياة بان تدمر الغابة الطلب على الخشب في تزايد هذا المنزل مبني من الخشب الكثير من الخشب في الحقيقة لست قلقا بشأن الحصول على الخشب يا سيد ماركم وانما من اسلوبك في الحصول عليه الغابة نظام بيئي قديم ودقيق اي عبث فيه قد يؤدي الى كارثة حسنا لقد وضعت كل ما املك في هذا المشروع ولن اتراجع خوفا على النباتات في هذه الغابة ارأيت زهراتي؟ نعم انها جميلة حقا لكنها بدأت تذبل اعرف طريقة تحفظين بها على جمالها حقا؟ هيا ضعي هذه الزهرة داخل هذا الكتاب والان اغلقيه برفق هكذا؟ نعم وخلال اسبوع ستجدينها محفوظة طرزان لا يمكننا الاتفاق على حل وسط حل وسط؟ نعم دلني على منطقة اقطع فيها الاشجار حسنا كلما ابتعدت عن منطقة الغوريلا كان هذا افضل حسنا هناك منطقة عند الجانب الجنوبي من النهر بعيدا عن هنا رائع رايت لقد وصلنا الى اتفاق ماذا فعلت؟ ولكن لماذا لم تطلب منه ان يرحل؟ كان حلا وسطا الكل سعيد هكذا لا افهم امر الحل الوسط هذا اصبحت متساهلا اكثر من اللازم مؤخرا متى كانت اخر مرة استخدمت هذا؟ اين كان هذا؟ سيفيدني في التخلص من الاعشاب الضارة نعم رأيت هذا دليل قاطع على اثبات كلامي انا وماركم بيننا اتفاق يا توكا كان عليك ان تحصل على اتفاق مكتوب حسنا الى الخلف يا رفاق لا ليس لي يد في الامر لقد اعطانا المدير امرا بالعمل في هذه المنطقة ننفذ اوامره فحسب ماركم ابي لمن تغسلين اسنانك وتستعدين للنوم؟ لقد غسلتوها بالفعل اغسليها مرة اخرى اريد التحدث مع طرزان حسنا يا ابي اعرف لماذا جئت الى اللقاء كان بيننا اتفاق وخالفته انها مستنقى سيغرقون في الوحل لكن الغورلات اسمع جربت طريقتك لكنها لم تنجح سافعل ما علي فعله من اجل اسرتي من اجل ابي وانا سافعل ما علي ان افعله من اجل اسرتي هكذا تكون الشجاعة هذا هو طرزان الذي اعرفه ارى جرافتين فقط لن نؤذي احدا صحيح لا سنمنع هذه الالات من احداث المزيد من الاضرار تعني نحن ضد هذه الاشياء المعدنية الضخمة المخيفة لا اعرف طاق طاق كيف تتوقع من طرزان ان يؤدي دوره كبطل همام من احد مزاعده الجبان شو هل سمعتم هذا ماذا يزال هنا انا هم هناك يا احزري هناك خطب ما هل تعتقد؟ حاول هذا المجنون دهسانة أعني ألا ترى أن هذا خطر؟ قليلا لا السائق يواجه مشكلة قلت لك حاول أن يدهسنا ألم تسمع ما أقول؟ هل أخبرني أحد ملاقي؟ أبي ما هذا الصوت العالي؟ أخبرني أسدك من فضلك قد حاولت ولم أستطع آسف يا سيد ماركوم حاولت أن أنهي عملي ولكن لا عليك يا وولتر سنكمل العمل حتى تشفى تنفسه غير منتظم لديه طفح جلدي غريب إنها نزلة برد بسيطة على كل سأدرس عينة بسيطة إن هذا من سوء حظنا وولتر من أكثر رجالي صحة أنا لدي فكرة عن السبب فيما يحدث وما هو؟ أنت أنا؟ نعم أنت أنت ومعداتك الضخمة تقومون بتدمير هذه الغابة يبدو أنك أطلقت نوعاً من الفيروس أو البكتيريا الكامنة أه أرى إلى ما ترمي تحاول أن تخيفني كي تبعدني لن ينجح هذا أخرج من معسكري سمعتني؟ أخرج من هنا ولا تعد لم نتمكن من التخلص من مشكلة قطع الأشجار أبداً لقد تخلصنا من جرافة تخلصنا من جرافة لكن إذا سألتني؟ أنا لن أسأل نعم وهذه مشكلة تتكرر كثيراً على كل أعتقد أن المشكلة كانت عملية التسهل للفشلة بدت ليك فكرة جيدة أسف أسف لا تشغل بالك يا طاطع إنه شيء مثير ما علينا فعله هو أن نضربهم بكل قوة واحداً واحداً بلا هوضع لن يكون هناك داع لهذا يا توكا سيتولى هذا الفيروس أمر ماركم ورجاله ماذا تقصد؟ لقد حاولت أن أشرح للسيد ماركم أن العبث بنظام الغابة البيئي أمر خطر لأن تربة الغابة موطن لآلاف الكائنات الدقيقة كالجراثيم والبكتيريا مثلاً أنا أعرف ما تعني إنها الحقيقة عندما دمر ماركم المنطقة وأشجارها أخرج مئات الكائنات الدقيقة من الأرض وواحد منها على الأقل مميت مميت بلا شك علينا أن نحذر ماركم ورجاله قد فعلت بالفعل لكنني لم أمسط أصابهم الفيروس بسرعة وقوة أبي ما رأيك يا بروفيسور؟ حالتهم سيئة للغاية سيموتون إذا لم نتوصل إلى علاج علينا أن نبحث عن علاج أبي انتظري يا ابنتي الأمر ليس بهذه السهولة أبي أنا لست بخير حبيبتي ستكونين بخير أعرف أنك لن تستفيد بمساعدتي سنساعدك أنت رجل طيب ما الحل؟ لن أهدأ قبل أن أتوصل إلى علاج لابد أنك تمزح هل ستذهب لمساعدة ماركم حقاً؟ إن رجاله مرضى وماذا سيحدث إذا علجناهم؟ هل تعتقد أن ماركم سيقول شكراً يا ترزعاً؟ ويرحل عنه هنا؟ لا أعتقد هذا سيواصل قطع الأشجار احتمال ونحن لا نستطيع إيقافه لكن علينا فعل الصواب سيموت ماركم ورجاله إذا لم نساعدهم أنا لا أريد أن أدو قاسية لكن هذه مشكلتهم هكذا لست قاسية؟ لقد أصبحت ضعيف القلب أتذكر عندما كان لقب ملك الغابة يليق بك توكا ما الذي حدث لنظام العدالة الذي كان ساعداً في الغابة؟ كان من يريد الغابة بسوء ينال عقابه توكا ماذا عن آبي؟ آبي؟ ابنة ماركم الصغيرة تعنيين الفتاة ذات العينين الواسعتين والاتسامة الجميلة؟ ماذا حدث لها؟ إنها مريضة أيضاً لماذا تخبراني عن مرضها الآن؟ هيا بانا لنبدأ العمل ثم اقتتثت الأميرة أوراق الزهرة واحدة واحدة وألقت بها في النار وكانت تقول سيعود إلي لا لن يعود سيعود إلي رفقاً يا آبي استريحاً قليلاً جين هل ستتحسن حالتي؟ حسناً لقد أعدني أبي بالتواصل لعلاج وهو لم يخذلني من قبل أبي أيضاً لم يخذلني من قبل سنكون جميعاً بخير دلا شك أوامر الطبيب أن ترتاحي أمرك أرجوك لا تخذون يا أبي يمكن التواصل إلى علاج لكن أحتاج إلى هذه المكونات سأبحث عنها انتظر أعرف الغابة أكثر منك طرزان حياة ابنتي في خطر سنذهب سوياً ترجمة نانسي قنقر كم تبقى؟ اثنان رائع ما التالي؟ عصارة شجرة الدورامبا هذا أمر سهل لا ليس سهل لماذا تقول هذا؟ لأن هذه الشجرة تخص بوته اجمع العصارة سأتولى أمر بوتو محمتي أسهل من محمتك محمّ؟ محمّ؟ هل أنهيت؟ في الواقع بدأت الآن إلى متى يمكنك صد هذا الوحش؟ الوقت الذي نحتاج إليه لقد أنهيت لقد تمازيت عندما جذبت ذيلة هذا هو المكون الأخير نعم أظهر في مكان ما هنا أقصد كانت هنا هل هذه الظهور تم هنا فقط؟ هذا صحيح ما الذي فعلته؟ أردت أن تفعل الخير من أجل ابنتك لكنك ارتكبت خطأاً خطأاً فاتحاً النبات المشع نعم عشب المستنقع عصارة شجرة الدورنبا و ماذا عن الـ أهلاً يا أبي؟ كيف حالك يا أبي؟ ليس جيداً هل قرأت لي قصة؟ نعم بكل سرور يحكى أن في مملكة بعيدة ماذا؟ من أين جئت بهذه الزهرة؟ من الغابة أنا سيت يا إلهي إنها الزهرة التي نحتاج إليها سأعد العلاج في أسرع وقت ممكن ما سبب سعادة الجميع اليوم يا أبي؟ كل شيء التالي استعد يا فتى التالي إنني يا سيد ماركم أشعر بتحسن تام يسعدني سماع هذا رائع أقول لك ماركم ورجاله سيعودون إلى قطع الأشجار كما حذرتك من قبل إهدايا توكا هذا ما يحدث عندما تسر على أن تفعل الصواب وتكون طيبة توكا عليك أن تعيد التفكير يا فتى عليك أن تنسى هذه الشخصية وتعود إلى شخصية ملك الغابة العنيف توكا أحرزوا على أن تغطوا هذه المنطقة هيا يا رفاق الوقت يسرقنا كيف يقطعون الأشجار؟ لا يقطعونها إنهم يزرعون والآن هيا ازرعها على عمق في الأرض هل يحتاج أحد للماء؟ هكذا بعد أشهر سيمتلئ هذا الحقل بزهور الجميلة ما رأيك يا أبي؟ لمسا، دورك؟ أنا؟ ليس دوري لم أكثر في هذه اللعبة منذ أن كنت في العشرة انتظري لا أعرف كيف أشكرك ماذا ستفعل الآن؟ لا أعرف، سأفكر في مشروع أقل تدميرا أكره أن أفكر في مكان يمكن أن يضيع بسببي على الأقل لم تفقد ابنتك سأمسكه انتظر علي، أريد أن أدعب معكم اعتماد، دعاك درعاك، انتظر علي، ولا فرصة ترجمة نانخين القناة اشتركوا في القناة